اسم انتاوه حتيكشي للسبعة متع العشية كيما كل يوم الاثنين للجمعة سعيد جدا بمرافقتكم وليد برحومة قدام الميكرو واماني بناصر معانا في الاخراج محمد الاحمر يرافقنا في الديجيتال اليوم عشرين وغدوة ووحدة وعشرين في ذريل مغرب سيبير سيكوريتي اه كلاود اكسبو في مدينة الثقافة تنجمو تسجلو حتى التواه وتحضروا على اليوم الثاني اه غدوة في مدينة الثقافة هذي على امتداد نهارين نحكيو عليه في اكس بخس افام نحكيو زادا على الاخبار اليومية اليوم في اه اليوم في اشتاك بش نحكيو على بلو الام اه هاي جربو جمع هلا وسهلا بيك مرحبي دوك نحكيو عليون كرياسون تياترال اه يكون معنا ان شاء الله اه نبيل اه دخسن اه معا الستة وخمستاش ندقيقة نحكيو باكثر تفاصيل على المسرحية هذي اليوم بش نحكيو على الاخبار الاربع وشرين ساعة الاخيرة ولي بش نبداوها بالشكاية اللي تقدم بها وزير الفلاحة في حق عميد البياترا زينب الباستي اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا ولي الدور الاجتماعي للدولة في كوتجول مروان عشوري مروان اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا مرحبي برشا كلام وبرشا خطابات معناهم على ما يسمى بالدور الاجتماعي للدولة وضرورة الحفاظ عليه باي طريقة تبقى حتى حد من حاملي الخطاب هذا خاصة على المستوى الرسمي ما اخذي الوقت باش يفسر لنا شنوه الدور الاجتماعي للدولة في الفين واربع وشرين وخاصة بانا فلوس مولوه الدور هذا ما ولا غالب بين الشعارات العامة وبين التطبيق العملي فما فرق كبير وغادي وين فيقو اللي الكلام حاجة والفعل حاجة اخرى ولهن بش ناخذ وزوز امثلة يبينو للوضع معقد اكثر ببرشا من اللي النجم انتصورو المثال الاول هو الخبر اللي خرجها اللي يمات حول زيادة اسعار ميتين وثمانين دواء بالطبيعة هذا بش يمس منجيب المواطن في درجة اولى ولو انو نحكيو على دوايات سومها اقل من خمسة دنانير والزيادات ماش بش تكون كبيرة الحقيقة هو انو الزيادات هذي جات بش الدوايات التونسي ما عادش يتصنع بالخسارة لانو فم عدد كبير من الدوايات اللي المخابر التونسية ما تربحش فيهم كيما نعرفو الكل الدولة هي اللي يتحدد اسعار الاسعار متع الدواء اذا باسم الدور الاجتماعي للدولة مستعدين نقتلوا مخابر الادوية التونسية في نفس الوقت فما عدد ماشي ويتزايد من الادوية المنقطعة على السوق التونسية علاش؟ على خطر الصيدلية المركزية ما تنجمش جيبهم خطر ما عندهش فلوس وما عندهش فلوس لانو حتى حد ما هو خالص في المنظومة الصحية متاع بلادنا باسم ايضا الدور الاجتماعي للدولة التونسي نحبوه يداوي ببليش وفي احسن الظروف كيفية الله واعلم حتى حد ما لقى المقاربة السحرية المثال الثاني اللي نحب نحكي عليه هو في الحقيقة مثال مؤلم ويمثل عنوان فشل متع منظومة كاملة خلطت للنهاية متاحها نحكي لهنا على وضعية المتقعدين في بلادنا قبل كنا نقولوا مخيبهم الصور اللي يجيونا متع المتقعدين في البوسطة شادين الصف بش ياخذوا الجراية متاحهم توفوق من هذا نلقاو اللي يجانب كبير من المتقعدين ياخذوا في جراية اقل من الاجر الادنى المضمون اللي نسميوه السميك ناس خدمت حياتها كاملة وخرجت تقاعد بش ترتاح وبش تعيش شوية مع عائلاتها يلقاو روحهم ما ينجموش يقوموا برواحهم ماديا بعد ما كانوا قايمين بعائلات ناس خدموا حياتهم الكل يلقاو روحهم مرميين للخصصة وبدون كرامة حتى بش يداوي كان مرض ما يلقاش باش وكان مزال فيه شوية صحة يلقا روحه لازم يرجع يخدم بشي نجم يعيش اما مدام القانون يمنع من الخدمة يلقا روحه ما ينجم يخدم كان في القطاع الهش معناها متقاعد نعطيه ثلاثة سور دي ما ينجمش يعيش بهم ويزيد يخدم في الهشاشة كان نلقا خدمة فما خصاصة وتهنتيل اكثر من هكا فما شكوني نجم يفسر لي الدور الاجتماعي للدولة في موضوع المتقاعدين هذا المتقاعد اللي يخدم نفس هك الدولة ذيكا حياته الكل علش اليوم تخليه في الوضع التعييس هذا انا ما عنديش اجابة لحقيقة للتساؤل هذا اما اللي نعرفوا اللي دولة كسرت لنا ريوسنا بدورها الاجتماعي من المفروض ما تتصرفش بالطريقة هاتي الله يا زادة انت سعبتها شوية مروين سادة بصراحة او تحبت دور الاجتماعي للدولة وتقولي بانا فلوس الدولة بش تموله بفلوس الدولة اه كاي قلت كان نكلمنا بعضنا الصباح كالي ايه مكتبتش كود يلا ده. انا بدلت. اخي طوب ربي مروان. اخي فم حاجة اسمها الدولة وتصنع في الفلوس. اخي ما يفلوسنا نحن. هي بيدة قاعدة دور الحكاية. لا 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 لا. فلوس الدولة هي الفلوس اللي تسرب فيها من الدولة. واللي اللي هتشاورنا عليهم. هي حط فيديها في مكاتبنا. اصحيح. تاخو في فلوسنا. اصحيح. اما اعمرها مشاورتنا. لا وين بيش تحطهم ولا كيفاش تستعمل فيهم. لغ جوات بوش متاع الدولة. ولا ما نعرف. ما لعلش شكون نفسر لي علش نحكيه على الدور الاجتماعي للدولة وكيفاش الدولة يلزمها تقوم بدور هالاجتماعي وكذا. اذا كان دور هالاجتماعي ما نلقاهوش لا لا في تعليم لا في صحة لا في متقعدين لا في كذا. اه شكون نفسر لي وين هو الدور غير. هو ما عراش ممكن نجم نجيوبك معناها كيفاش مش تعمل لاتونس خطري ذهولي ما عراش كيفا ما حدي نجم يجيوب. مرحبا بي نداء دا يوم نطلقو من الماك كيفا ما حدي نجم يجيوب. مرحبا بي اما نعرف اللي معتا بش تحكي على الدور الاجتماعي للدولة. كل معناه نموذج اقتصاد دي عندو معناها معناها عندو خدمات يقدمها ولا عندو مستوي اه خدمات ولا مستوي عايش بيانات يوفروا للسكان بتاعه وغاتويته ومعتا سيكوريتي سوسيال يعني للضمان الاجتماعي. اه هذو ما الكريتير اللي نحكيو عليهم مش نحكيو على دور الدور الدولة الاجتماعي. يعني المشكلة اليوم فما دي سلوغان وشعارات قحدة تتقال فما ناس تصدق فيها معناها هذي مشكلة دي ما في الخطاب اللي الناس تاخذوا مسلمها كيكا وتصدقوا. ما تيخرج حد يقول احنا اه الدولة اللي انت تدخل عن دورها الاجتماعي تفرح الناس كل تقوم تصافق. شنو دور الاجتماعي? دور الاجتماعي انك توفر تعليم وصحة اه معناها اه مجانيين. هل اليوم تعليم في تونس مجاني? هل اليوم الصحة في تونس مجانية? انك توفر كما قلت انتي معناها للانسان المتقاعد تخليهم يعيشوا في مستوى عيش كريم. هل هذا متوفر ساعات ما تتوفر في في بلدان كما دنمارك وغيره يوفرونهم حتى للسكن معناها ويخذوهم معناها في الصح. هل هذا متوفر في تونس ما هوش متوفر. دونك اليوم اه منجموش نحكيو على دور اجتماعي للدولة. مم. هوكي نحكيو تأكيدا لكلام هاجر. وكلام ماروين كذلك. اه وقال لي نحكيوه على الدور الاجتماعي للدولة يمشي في باننا اللي احنا في مقاربة بين ذفرين اشتراكية. في مقاربة اه بعيدا عن الرأسمالية وإلا الليبيرالية. لكن كي جي تشوف دول العالم اللي تحترم نفسها وبالاساس تحترم مواطنيها. كل دولة تحترم عندها دور اجتماعي الاليات من تعتطبيقها كدور هذيك هي اللي تختلف. المشكلة متاعنا في تونس اللي احنا فكرنا اه له ليبرالي وله اشتراكي والياتنا ما ما نجموش حتى اليوم نجي ونحدوها اه شنية هالاليات هذية وتاب على انا توجه احنا اليوم دور الدولة الاجتماعي نجم اقول لك يا اقتصرفك المنح اللي تعطيها مزارة الشؤون الاجتماعية. اللي هي بصراحة حاجة تعيسة جدا. اه عمرو ما انسان مش نجم يخرج بالفقر بك المنحة اللي تعطي فيها الوزارة بشي ميتين وعشرين الف. اه اكا كاردونة اه الاعانات متاع رمضان وكالمناسباتية كالكاردونة العجيبة ذيكة دابوزة زيت منعرشتاو مازال فيها دابوزة زيت ولا دايور. دولي خرجت من كاردونة. اه بكوا مقرونة وبكوا اه سميت تيان زادة كيف كيف. فارينة كيف كيف. روز كيف كيف. دوك خرجوا دوما كل من كاردونة خط معاش موجودين. دوك كاردونة الله واعلم شنوه فيها. بكوا مقرونة وبكوا كسكسي وحوكة ماطم. اه بورطلم المفروض خاطر بش مكلفوش برشة دولة زادة. فهمتني دوك في الاخير عاتيني شنية الاليات اللي بشتبق بها هالدور الاجتماعي متاعك هدا. اللي انتي تحب توصله خاطر في الاخير الهدف من كل مودال نموذج اقتصادي في العالم هو توفير الرخاء للمواطنين. قلوا الرخاء للمواطنين ما ناش نحكيه على الطبقة المتيسرة المرفهة احوالها وانا ما نخدره ديما للناس اللي ما هيش خالطة. دونك في الاخير قل لي اخويا انتي شنوه تحب توصل وكيفاش تحب توصل. شنية الاليات متاعك. يظهر لي هدا هو سؤال البسيط جدا اللي في تونس الاسف ما عرفناش نجاوب عليه. تيلت ما يقارب السبعين سنة. بالضبط ما ما عرفناش نجاوب عليه وما ناش وما ناش يعني في اه تصور وفي تمشي متاع متاع تحيين ومتاع تحديث. ما ما زلنا نحكيه على حويش يعني اه فاتها العالم وهذا اه يندرج ايضا اه ضمن ضمن الموضوع الكبير اللي ديما نحكيه عليه متاع الخيارات الاستراتيجيا. تعيش انتي سيدي نقعدوا على طاولة وقولوا الدولة ذيها شنو نحبو نعملو به. وين ماشيها بالضبط. شكرا لكم منوين عشوري. شكرا نهاجر ابو جامعة زينب الباسي بعد شويف تعمل بينا جولة في اخبار الاربع وعشرين ساعة. هدا كل بعد فاصل قسي.